موسيقى الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبعة عشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية موسيقى أهلا بكم بلا شك نظر نعمة كبيرة جدا وطبعا من ضمن يعني سبحان الله يعني من ضمن حاجات اللي لازم تقف تقول قدامها سبحان الله هي طبقة الدموع اللي على العين هي حالة التروية اللي موجودة للعين العين ترتوي دائما ولذلك إنه قدام التروية اللي في العين دي في مشكلة ضخمة جدا اللي بيعاني منها بيعاني معاناة شديدة جدا وهي جفاف العين جفاف العين مشكلة بتدايق كتير قوي بتدايق كتير قوي وتستغرب إن العرض بتاع جفاف العين إن الإنسان بيدمع كتير استغرب جدا لما وعدت ليه بيدموعه نزلة 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 قدامك ويقول لك أنا عندي جفاف في العين فأنت هتبصوله باستغرب لأنك مش فاهم تقوله جفاف مين يا باشا ده دموعك نزلة ملت الحتة اللي احنا عادين فيها فده برضو محتاجين نفهمه إزاي واحد يشتكي من جفاف رغم من جفاف العين رغم إنه هو دموعه منهمرة بشكل يعني لا إرادية طبعا في دراسات مهمة جدا بتقول إنه جفاف العين مرتبط بالصداع النصفي أو من الصداع النصفي واحد من أسباب جفاف العين برضو ده من الحاجات المهمة برضو مهمة جدا إنه الناس لازم تاخد بالها من غسول أو غسيل الجفون ثقافة استخدام الأطارات المرتبة للعين ما فيه أطارات مرتبة بوحد يش يقول لي هحط أطرة في عين يترتبع لا مش كل أطرة طبعا متنفع يعني فيه أطارات المرتبة دي هي الأطارات الوحيدة اللي ممكن تستخدمها من غير رشتة ممكن تروح تجيب أطارات مرتبة تحطها بس برضو هسأل ضيف العزيز نهار ده هل ممكن نروح نجيب أطرة مرتبة للعين من غير رشتة يعني ده والد ولا ده تصرف غير صحيح وطبعا ما هيك عن ثقافة استخدام الأطرة نفسها ده ده شيء مهم لازم نتعلمه نهار ده حلقة مهمة جدا لإنها في واحدة من أشهر الحالات المرضية الموجودة في مصر مع ضيفي واحد من أشهر طبعا أكيد الأسماء الجراحية المتعلقة بعالم جراحات العيون وعالم العيون وعموما ضيف العزيز الأساس دكتور رحمد عسان أهلا بيك يا دكتور أهلا وسهلا وحشني والله الله يخلي عايز أبدأ بس الأول معاك العطارات اللي هي اللوبريكانت اللي هي دي دي ممكن نروح نجيب أبريشتها ولا لا عادي آه ممكن أنا أخدتها منك والله فكرها كويس ده ممكن مش في مصر بس دي على مستوى العالم ممكن يخش دي الحاجات القليلة قوي دي ممكن يخش الصرادلية وتبعائي زي قطر التنزيل لها بقاي فريش بالزبط الحاجات دي بتبقى حتى بيسميها موجودة على الرافل انت تسحب زي سوبر ماركت بتسحب القطر وتحط منها هي المشكلة بس ان القطرة كل القطرة اللي هي تركيب مختلف شوية زغيانا القطرة اللي جنبيها فممكن ما تفيدكش يعني جفاف العين دلوقتي يبقى الموضوع تطور مجرد ان الدموع النفسية قليلة أو بتتبخر بسرعة لا دا تركيب الدموع نفسه بقى مختلف فعايزين نعرف نعوضه وبقى نهي مركب فيه اطرات بقى فيها مركبات بنسب مختلفة شوية صغيرين عن الاطرات اللي جنبيها فانت لو حطت اطرة ترطيب عادية خدت اطرة كده شكلها عجبك العلبة شكلها عجبك ممكن تفيدك وممكن ما تفيدكش لك مش هتأذي انا بطمن الناس ممكن تاخد اي اطرة ترطيب من الصيدلي يديك اي حاجة عنده ما تعتردش خد اي اطرة ترطيب لما تحس بحلقانة وشكشكها دي اطرة اي حاجة تقدر تستخدمها مؤقتا لو قايت لما تروح لدكتور العيون شوف المشكلة بالزبط زي كانت مرتبطة بجفاف العين ولا قد يكون مقدمة الاتهابات فيروسية او بكترية في العين دي اطرة الترطيب خليبلكم بس عشان القطرة اسمها قطرة الترطيب بتاعت العين بالزبط اللي هي فريش ريفريش ايفريش الحاجات دي كله اللي هي بديل للدموع البديل للدموع بالزبط ما معنا جفاف العين جفاف العين اشهر مرض عيون دلوقتي على مستوى العالم وللأسف اكتر مرض مش واخد حقه واكتر حاجة تقريبا كلنا بنسبة تيمكن مية في المية كلنا بنوعاني من جفاف العين بقى عراض مختلفة مفيش حد من السادة المشاهدين هيسمع الاعراض يقولك انا محسيتش بيها مفيش حد فينا محسش في يوم الايام يعني بتبقى حمرة وبتروح وتيجي كل شوية محسش بحرقان قدام شاشة الكمبيوتر من حينة لاخر او ماسك الموبايل بيحس بزغلالة من حينة لاخر والتهابات في الجفون بتروح وتيجي كل شوية في بعض الناس اللي بيشتغلوا بالليل بيسوقوا عربيات فترات طويلة زي السوائين من هما محترفين ممكن يجي على اخر الوردية بتاعت ويلاقي الدنيا مشبره قدامه ومش علشان نظره ضعيف قدمه علشان طبقة الدموع نفسيها حصل الجفاف في العين وبالتالي ما بقى الشاف كويس فعراض جفاف في العين بتتروح ما بين حمرار حرقان شكشكة تدميع بالعين من حينة لاخر مع شبورة وزغلالة في الرؤية كلنا بنعاني بالاعراض دي بدرجات متفاوتة وبنسب متفاوت ما فيش حد فينا بيسمع كلام دي ويقولك ما حاسدش بحاجة من حاجة دي لا بيحس وساعات ممكن كمان يكون فيه اكلان في العين فدرجات جفاف العين موجودة عندنا كلنا بس بدرجات متفاوتة الاسف كل ما بنسمع كلمة جفاف العين ويخد قطر الترتيب وخلاص المريض في بعض الاقوات بيبقى محبط جدا نقولك ما انا استخدمت قطرات ترتيب ومش مستريح ما انا خد قطرات ترتيب كتير ومش مستريح نقوله ما عليش هتعيش بها حياتك وليها اوكي ماشي بس انا مش عارف هستخدم القطرة وامتى وقفها يعني انا هقض حط القطرة كل ساعة نقوله اه حطها كل ساعة تبقولك طبع ايش ازاي يعني مش معقولة ماشي بالقطرة كل ساعة حطها في عيني علشان اعرف ابقى اركز في شغلي او في عملي بيبقى حاجة مزعجة وبتشدد التفكير والانتباه ومحبطة جدا جدا هي مفيش تأثير سلبي على مدى البعيد للعين يعني مش هتأثر على حاجة في النظر او في الشبكية يعني حالات نادرة اوة ممكن تعمل قرح في القرانية وتؤدي الى مشاكل لكن دي حالات نادرة اوة لكن هي مزعجة زي الحاسسية بتاعة الان يعني عندك اكلان في الان طول النهار حاسب اكلان وعايز تهرش ايديك في عينيك مزعج جدا فاحساس الحرقان والشكشكر هو عراضي جفاف مزعج والتطور ده وقت اللي حصل ان بقى انا نعرف ان الجفاف ده ليه انواع كتير وبقى انا نعرف نشخصه احسن ونعرف المشكلة فين ونعرف نعالجها ازاي افهم الكلام ده وانه الجفاف مرض في حد ذاته ولا ممكن برضه افكر ان يكون عرض وراه قصة تانية او مرض تانية هو دايرة مفرغة هو مرض في حد ذاته وعرض يعني هو ممكن يكون فيه التهابات في العين في انسيجة العين وبقصة بتكون ساعات التهابات مناعية بتعمل جفاف والجفاف في حد ذاته بيعمل التهابات في العين والالتهابات في العين بتعمل جفاف فهي دايرة مفرغة فالجفاف في حد ذاته ممكن اعتبره كمرض ممكن اعتبره كعرض والتنين بيوصلوا لبعض المرض بيقدي إلى العرض والعرض يرجع تاني يسمى على المرض فدائما وأشهر العرض طبعا العرض هو الحمرار في العين مش مجرد أن العين تبقى حامرة بس ومحرجة لأي شخص بيبقى كمان معها حرقان وشكة بالعين ودي بتخليك مش مبسوط خلي بالكم للناس كتير أول ما ببصت واحد عينه حامرة بيعتقدوا أنه شارب مخدرات محرجة محرجة بالناس كتير جدا يعني بالذات لما يكون عندك مناسبة اجتماعية فرح أو مناسبة زي كده هو تقولك طب أنا عنها حمرة مش عارف أعمل إيه يعني ولو بنت بالذات ولو بنت بالذات وطبعا بيزود في الموضوع ده أن اللايف ستايل بتاعنا أو الأسلوب المعيشي بتاعنا اختلف تماما عن السينية اللي فاتت إحنا كلنا بنخلص شغل المعظم من الوقت يبقى إنشاء على شاشات الكمبيوتر شاشات الكمبيوتر من أشهر العوامل اللي بتعمل جفاف في العين مش معنى كده ما نعودش قدام شاشة الكمبيوتر لو ما فيش حد ههمنا عنه يقولك ما عودش خلاص بقى لا هترجع للكتاب والورقة والقلم لا طبعا لكن إحنا دايما المخرمة بنتبه لشاشة الكمبيوتر بيحاول يفسر البيكسلز اللي هي النقطة الصغيرة دي اللي هي بتشكل الحرف أو الشكل بياخد منه مجهود فيه نوع من أنواع البروسيسيج فيه من نوع أنواع التفاعل ما بين العين وما بين المخ بيخليك قاعد مبرق على شاشة فترة طويلة وده بيخلي طبقة الدموع تتبخر بسرعة تخلص شوالك على الكمبيوتر تأخر النهار لعليك حمرة زي الكبدة زي ما بيقوله كده ده بسبب الجفاف لعين في حاجة تانية عايز أنبه عليها أن احنا بنخلص الكمبيوتر من هنا هو بنرجع نمسك الايباد أو الموبايل نوعا نلعب شوية على الفيسبوك والواتس أب نخلص كده هو نخلص كده هو نخش على اليوتيوب من الموبايل هو أسوأ كمان من الكمبيوتر أخلص قبل منام ما تفرج على التلفزيون شوية صغيرين أنام الساعة 3-4 الفجر قاعد طول الوقت ده مفتح حنية طبقة الدموع تتبخر قاعد كمان في تكيف والهواء اللي جاي من التكيف ده هواء جاف بيساعد على تبخر الدموع ما بشربش مياه كفاية فيه أدوية بتساعد على حدوث جفاف في العين أدوية الحساسية بالمناسبة بتاعتها بتساعد على حدوث جفاف في العين عدسات لسقة سواء عدسات لسقة طبية أو عدسات لسقة للألوان بتساعد على حدوث جفاف في العين كل الحاجات اللي بناميلها في حياتنا للطبعية الحياتنا اليومية العادية بتؤدي إلى طريق واحد هو جفاف في العين الأنواع والأذر كوس لو فيه أذر كوس طبقة الدموع دلوقتي عبارة عن تلت طبقات طبقة من الميوسين أو المخاط وطبقة المية اللي هي بتغزي القرنية بتاعت العين وطبقة تانية عشان تحافظ على الدموع أو المية دي ما تتبخرش بسرعة بنسميها طبقة زيتية زي ما موجود في الرسم اللي اللي قدامنا فعندنا تلت طبقات تلت طبقات ده اللي لازم يكونوا موجودين طبقا منهم مش موجودة هيؤدي إلى حدوث جفاف العين لو طبقة المخاط مش موجودة الدموع دي مش هتبقى مفروضة على سطح القرنية لو طبقة المية مش موجودة اللي هي طبقة الأساسية تاعت الدموع ده مش يمع ما فيش دموع ما فيش غيزة للقرنية هتؤدي إلى التلايف أو تلف فيه الخلايا السطحية طاعة القرنية ممكن تؤدي إلى قرح لو أنت عايز تحافظ على سائل وعايز تخليه ما يتبخرش بسرعة حط عليه زيت فهنا ربنا سبحانه وتعالى حطي لك طبقة زيتية على الدموع عشان تحافظ على الدموع ما تتبخرش بسرعة لو الطبقة الزيتية دي مش موجودة بالتالي الدموع هتتبخر بسرعة وهيجي لك برضو أعراض جفاف الآية العلاقة الوثيقة ما بين العدسات وجفاف الآية العدسات زي ما يكون أنت جاي عندك طبق عندك أنت الأكل بتاعك هو على قدك أنت بالضبط فأنت جاي بتضيف معاك بيأكل من نفس الطبق بتاعك ما زودتش المقدار للطعام أو الأكل أنت بتاكله عندك إزازة مية هتشربها النهاردة راح تجايب واحد تاني زميلك هيشرب معاك من إزازة المية دي فبالتالي أنت هتشرب نص الكمية بتاعتك مش النهاردة بس طول ما أنت بتستخدم العدسات اللاسقة بتشارك العين في الغيزة بتاعها بتشارك العين في المية بتاعتها كل العدسات اللاسقة اللينة فيها نسبة محددة من المية ودي دايما نتحافظ عشان تحافظ على عيونة العدسة هتاخد مية منين؟ هتاخد مية من الدموع بتاعت العين نفسية عشان تخلي العدسة دايما لينة جوه العين وما تضايقكش فبالتالي هتؤدي إلى جفاف العين أنا مش معنى كده بقول ما تلبسوش عدسات لاسقة لا ممكن نلبس عدسات لاسقة بس نعالج جفاف العين أو نستخدم هنا قطارات مرتبة مع العدسات اللاسقة الاثنين عينين جايين الاثنين بيشتكوا من آن حمرة واحد عنده حساسية والتاني عنده جفاف وهم شبع بعض هنفرق بينهم ازاي؟ الفرق بينهم كان الأول بيقول والله الأعراض انت بتشتكي من ايه؟ بيشتكي من أكلان أكتر ولا الحرقان أكتر يقولك أكلان أكتر بيقول ده عندك حساسية لو حرقان أكتر بيقولك لا ده انت عندك جفاف العين الموضوع فيه تشابك فالتطور اللي حصل دهوقتي بقى عندنا أجهزة بتقيس طبقة الدموع في العين ومش طبقة الدموع بس بتقول كمان انت عندك جفاف وبتقولك الجفاف ده سببه ايه؟ ان الطبقة الفلانية دي هي اللي فيها المشكلة سواء طبقة المخاط أو طبقة المية أو طبقة الزيتية اللي موجودة على سطح الدموع الدموع من أهم السوايل اللي موجودة في جسمنا أولا دي مسؤولة عن حدة الإبصار ان الشعاع لما بيجي قابل العين مش هيقابل القرانية هيقابل طبقة الدموع على القرانية لو طبقة الدموع دي مش سليمة انت هتشوف الدنيا مزغلة وعشان كده من ضمن أعراض جفاف العين شبورة الحاجة التانية ده الغذى الأساسي بتاع القرانية اللي هو أول خط مناعي بيقابل الميكروبات كمان الدموع فيها مش مجرد غذى ليه القرانية بروتينات أو أملاح أو مية لا ده كمان فيها خلايا أو فيها مضادات حيوية مضادات حيوية عشان تبرده تدافع عن سطح العين من المؤثرات الخارجية أو من الميكروبات فبالتالي الشكوى نفسيها ما بقيتش مجرد حرقان ولا شكشاكة ما بقناش نعرف نفسر قوي من مجرد الشكوى بتاعت المريض لازم يتبعها فحوصات علشان نقدر نحدد هل فعلا فيه جفاف العين ولا لا وإيه هو نوع جفاف العين مش مجرد أنا بقول انت عندك جفاف ونقطة على السطر لأعرف نوع جفاف العين عشان كل نوع هيبقى ليه طريقة معينة فيه العلاج بتاعه بعض الناس تستخف بجفاف العين ومتعرفروش أو تتعتقد إنه حالة بلا مضاعفات هل هو حالة بلا مضاعفات نقدر نقول الكلام ده آه ممكن مالوش مضاعفات بمعنى مضاعفات يعني حالات ندرة قوي ممكن يحصل يحصل قرحة في القرنية لكن مش عايزين نرعب السادة المشاهدين لا مش ندرة جدا لكن هي حاجة مستفزة حاجة مزعجة انت طول النهار عنك حمراء وبتحرقك والموضوع ده مش مثلا بيجي موسمي زي الحساسية بتيجي فترة تغيير الفصول مع الربيع وخاص لا ده بيجي في الصيف وبيجي كمان في الشتاء علشان احنا كلنا حياتنا الاسلوب المعيش بتاعنا مختلف عن زمان فبنصهر كتير بنقود قدام شاشات الكمبيوتر كتير وموبايل كتير فعراض الجفاف بقت مستمرة سواء في الجو الحر أو في الجو البرد يعني كان دايما نقول الجفاف يبقى في الصيف أكتر والشتاء قال بس احنا طول النهار في تكييف سواء صيف أو شتاء طول النهار عادي قدام الكمبيوتر صيف أو شتاء طول النهار بنلعب على الموبايل صيف أو شتاء فبالتالي اعراض الجفاف بقت موجودة على مدار السنة كلها. هو السن فصول دخل الطبعة بها. يعني احنا دلوقتي ما هناش عارفين احنا افسفهم. انا مش عارف يا صاحبتي بقى عايز تشتي. الصبح عادي الدنيا حار بتنزل خلاص. ودرب النادي اللي هي كان لابس نص كمة من ايه فماشي. طبعا بالزبط كده هو. يعني يعني طيب لو احنا اعررنا شوية من التشخيص. تشخيص هل تشخيص ان دي حالة الجفاف مش حسية ولا هتشخيص للدرجة ولا تشخيص للنوع. لا تشخيص للنوع وتشخيص للدرجة. يعني دلوقتي عندنا ممكن حتى نبين في على الشاشة كمان شوية نبين ازاي ان احنا عندنا اجهزة جديدة كتيرة جدا دلوقتي بتشخص. ده تقرير مسلا حتى بيطلع بيقولك انت في اني مرحلة بيديك حتى زي اشارات المرور اخضر واصفر واحمر. لو المؤشر بتاعك في الاخضر فانت في السليم. لو انت نحية الاصفر فانت خلي بالك انت عندك مشكلة ومحتاج علاجة. لو الاحمر يبقى المشكلة بقت اكثر عنفا ومحتاج تدخل سريع علشان كده ممكن يؤثر على سلامة القرانية بتاعتك. ده تقرير ده مسال للتقارير ممكن تظهر دلوقتي. الكلام ده ما كانش موجود من كم سنة. كنا بيقول انت عندك جفاف وخلاص تشخيص كلينيكي بحت لك ده وقت بقى اي ده عندنا اجهزة بتطلع علينا ارقام. اه الاجهزة دي بالمناسبة انا بحب اطمن السادة المشاهدين ان هي مفيش حاجة هتخش في العين مفيش حاجة هتا هتلمس العين دي كلها عبارة عن كاميرات بتصور بتصور سطح العين وبتقول لنا طبقة الدموع دي اخبارها ايه وبتقيس بالزبط طبقة الدموع وتقول لنا درجة الكفاف ايه وجاي بسبب ايه? اه ايه معدل بربشة? اه معدل بربشة انت المفروض انت تغمض وتفتح عليك زي ما وجود هنا في الشاشة هنا هوت على الفيلم كزا مرة في الدقيقة ممكن اقول 18 مرة ده المعدل متوسط لكن احنا بعض الناس بينسوا يعملوا الحركة دي هو ده مهم جدا عشان بيساعد على طبقة الدموع ان هي تتوزع بشكل تلقائي او بشكل متساوي على سطح القرانية وبالتالي اعراض الجفاف تبقى قليلة لكن اما انت تبقى تنسى الموضوع ده او اه تمتبه على شاشة الكمبيوتر وما تاخدش بالك ان انت تعمل تغمض وتفتح عينيك كل شوية فبيحصل الجفاف في العين ان ده بيخلي الدموع تتبخر بسرعة فمعدل البربشة اللي هو بلينكينج ده مهم جدا عشان كده دايما بننصح السيدة المجاهدين او اي حد عنده جفاف في العين اقوله ما تنساش تبقى تغمض وتفتح عينك الحاجة التانية الجهاز دلوقتي بيقيس كمان انت مش مجرد معدل البربشة بس بيقيس كمان انت بتغمض عينك فعلا مية في المية ولا لا ان في ناس بيغمضوا عينيهم مثلا نص تغميضة ويبقى لسه فيه جزء من العين مكشوف فبالتالي البربشة او التغميضة بتاعت العين ما قدتش الوظيفة بتاعتها ان هي تفرط طبقة الدموع بشكل متساوي على سطح القرانية فهنا كمان بينا مش مجرد انت بتغمض كم مرة في الدقيقة لا انت كمان هللت المرة الوحدة دي مظبوطة فعلا مية في المية ولا انت بتكارويت وما بتغمضش عينيك كويس ده بقى بنقيسه دلوقتي بنعرف بالزبط كمان انا بقى اي انا بقى بربش كتير انا اساس ده كويس ده حلو كويس اه اه بدي فكرة ان ده مش حلو لا ده كويس بالعكس اتغمضوا وتفتح عينيك ده كتير وبنقول دايما الناس بتنسوش تغمضوا وتفتح عينيك وبالذات اللي بيعودوا على الكمبيوتر فترات طويلة بيقولها زمان تلسمها غمطي يا وردة فتح يا وردة جيد ازاي نقيس الطبقة الزيتية بتاعد الدموع صعب جدا كان قياسها قبل كده هوت لكن دلوقتي عندنا طبقة الزيت دي بقى تتشاف بليزر انترفيروميتر ده حاجة معقدة شوية بيشوف لك الطبقة نفسيها على سطح الدموع بتبقى لها الوان زي ما انت جبت نقطة زيت بيبقى لها الوان لزي الوان الطيف موجودة على المية دلوقتي الجهاز بيعرفي اسها يقولك الطبقة دي سمكها قد ايه وهل هو في الرينج الطبيعي في المستوى الطبيعي ولا لا هنا بالزبط ده في هذه اللحظة بالزبط احنا بنقيس مقدار سمك الطبقة الزيتية على سطح الدموع بالعين المجردة صعب الكلام ده قوي نعمله لكن الاجهزة دلوقتي بعد عندنا اجهزة دقيقة جدا بتشوف الطبقة دي وبتسهلك بالمايكرون لو بالجزء من الالف من الميلي وتقولك ازا كان فعلا انت عندك مشكلة في الطبقة الزيتية ولا لا طبق زي تيدي بتفرز من خلايا دهنية مودة في الجفن والخلايا الدهنية دي صحة الخلايا مهمة جدا لو الخلايا الدهنية دي حصل لها حاجة هتقلل افراز الزيوت اللي مودة على السطح العين وتعملها جفاف في العين فيه عندنا حاجة تانية اسمها القناة او الخلايا الدمعية الخلايا الدمعية دي لو ما بتفرزش الدموع اللي هو المية بتاعت الدموع بتؤدي برضو إلى حدوث جفاف إلى عين فعندنا أنواع كتير وعندنا موضوع معقد ما بقاش علم في حد ذاته ما بقاش زي الأول جفاف في العين ولا لأ عشان كده حتى سموه دلوقتي حاليا أو أمراض سطح العين مش مجرد جفاف لا ده بيؤدي إلى مشاكل تانية محتاجة طبعا تدخل تدخل ما بقاش عبارة عن أطلالات مرطبة بس بقنا نعمل جلسات لتنظيف الجفون من الدهون الزيادة عشان دي بتعمل اتابات متكررة في العين ممكن نعمل حاجات سيسدادات للقناة الدمائية نحافظ على الدموع فاتر أطول نحاول نعوض المركب للنقص في الدموع بتاعت العين بحيث أن احنا ندي فرصة أكتر أن عارض الجفاف دي تقل الهدف بتاعنا أن احنا مش هنلغي الجفاف 100% ما فيش حد يقدر يقول أنا عاركت الجفاف بنسبة 100% وخلاص خد الدول فلاني أو الأطرة فلانية وانت جده خلصت لأ لازم نبقى فاهمين أن الجفاف دي عاملت زي الضغط والسكر أنت هتمشي على علاج طول حياتك بس مش هايزينك بدأ ما تستخدم الأطرة كل ساعة يوميا ممكن تستخدمها مرتين ثلاثة في اليوم أربع مرات في اليوم تزيد أو تقل على حسب أنت سهرت ولا لا تزيد أو تقل على حسب أنت تعرضت الحرارة زي حرارة البوداجاز أو في الصيف ولا لا بس أنت عايش حياة لطيفة لكن أنا أديك دا وأقولك يمشي عليه مدة شهر وانت كده اتعالقت من الجفاف الكلامنا مش هيحصل عشان برضو الناس ما تتوقعش أن احنا وصلنا مرحلة نعالج الجفاف نهائيا لا الجفاف حتى هذه اللحظة أنا بشبهها بسكر أو الضغط بس بتاخد العلاج بتسيطر على الأعراض الجفاف أول مرة نفسه ما بتاخدش العلاج هتظهر لك الأعراض دي تاني الخلايا زيتها ايه؟ الهيه من بوميانجلاند الخلايا الموجودة أنا بكلب أحسس أنت عارف بقى لكن هو الخلايا خلايا موجودة في الجفون في الأربع الجفون عندنا الخلايا موجودة بتبقى ماشية زي عواد الكابريت متوازية مع بعضها ممكن أعتقد فيه صورة ممكن تظهر دلوقتي اهي هنا هو دي متصورها هنا هوة الخلايا زيتها المفروض الطبيعي تكون زي عواد الكابريت جنب بعضها لما تكون متلخبطة بالمنظر ده ما فيش خلايا جنب بعضها اللون اللابيت ده مش الخطوط دي مش جنب بعضها بالزبط بتعرف أن انت عندك مشكلة في الخلايا الزيتها وساعات كمان بتبقى فيه ضمور فيها وبالتالي الإفراز الدهون أو إفراز الطبقة الزيتها بيبقى قليل جداً وبيأثر على كفاءة الدموع وبيأثر على جودة الدموع اللي موجودة على سطح العلاج السؤال بتقول بقي المهم هل في درجات لجفاف العين أكيد داي وقت بقينا نحدد درجات وقل لك جفاف العين تا عندك جفاف العين من الدرجة الفلانية بسبب الحاجة الفلانية provides فهو الأجهزة دلوقتي بتختلف من بينها وبان بعضها لكن كلها تقيقى تقاطيك مؤشر يقول لك اتا عندك جفاف العين من الدرجة الأولى التانية表 Ing-3 او بيديهلك بنسبة يقولك انت عندك جفاف العين بنسبة 39% لا بنسبة 45% لا بنسبة 70% أو بنسبة 10% او مفيهش جفاف في العين وده نادر طبعا اذا اذا رجل جفاف في العين فيه اجهزة بتقسه دلوقتي حالين اه طبعا بتقسه وتقولك مشكلة فين بالزبط عشان يبقى سهل في العلاج بتاعه كنا الاول بنعمل زي يعني ده منظر الخلايا اللي هنا هو ده الخلايا الزيتية او الدهنية هنا مش مظبوطة قوي المفروض تكون متوازية مع بعضيها هنا متلخبطة شوية صغالين عشان كده المؤشر لو خدنا بالنا المؤشر ساب اللي اخضر ودخل على الاصفر ده معناها فيه عندنا مشكلة هنا هو الخلايا دي بدارش نعوضها لكن بنحاول نعوض الافراز بتاعه هي الطبقة الزيتية دي بنحاول نعوضها باستخدام اطراط معينة عشان تقلل تبخر سرعة تبخر الدموع من الان اهم اوضتني وشرفتني واسعدتني كالعادة الله يخليك نصيحتي للشباب ما تستخدموش كمبيوترات ولابتوبات وعيبادات وموبايلات كتير مفتكر حد هيسمع؟ بعدش ولا انا ولا انا هول بوبايلة هول حد بعيثك على الواتساب في الجروبات جروبات خمسمية جنوب انا فيهم الله يخليه دي بنبوتر خليكم دايما مع ناس الحالة